طويت صفحة حرب استمرت لعقدين في أبغانستان انتهت بسيطرة طالبان مجددا فما إن غادر آخر جندي أمريكي اصطفت قيادات من حركة طالبان والعشرات من مقاتليها في مطار كابول في مشهد وصف باستعراض للقوة وعلت أصوات قادة الحركة وصفة انتهاء وجود القوات الأجنبية بميلاد للحرية في البلاد إننا نثني على تضحياتكم وصبركم ومثابرتكم وأهنئكم جميعا وأمتنا على هذه الحرية وآملوا أن لا تحتل أفغانستان أبدا وأن تكون حرة ومزدهرة وأن تكون موطنا للأفغان نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا لقد عانى الأفغان كثيرا وجنود طالبان يجب أن يعاملوا الناس معاملة حسنة لأن لهم الحق في السلام والوحدة الجيش الأمريكي أعلن أنه أعطب قبل انسحابه من مطار كابول طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة لسواريخ العتاد الذي تم تعطيله يشمل 73 طائرة و70 عربة تكتيكية مصفحة و27 عربة هانفي حتى لا تستخدمها طالبان وأوضح قائد القيادة المركزية أنه لن يتمكن أحد من استخدام هذه الآليات مشيرا إلى أن معظمها أصلا كان خارج الخدمة ردود الفعل الدولية لا تزال قليقة من حركة طالبان التي لم تتضح ملامح أو سياسة حكومتها الجديدة بعد هناك وعود من طالبان بالسماح للأفغان بالمغادرة عبر مطار كابول فمكتشف في الأيام والأسابيع المقبلة مدى مصداقيتها في كل شيء طالبان إذن تحكم قبضتها مجددا على أفغانستان ويزداد القلق داخليا وخارجيا من مستقبل البلاد تحت حكم طالبان رغم محاولات الحركة بث رسائل تطمينية بأنها عادت بلا رغبة في أي عدى